أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا تفسيرٌ لسورة التكوير ولقد روى الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيُّ عينٍّ فليقرأ إذا الشمس كُوِّرت وإذا السماء فطَّرَت وإذا السماء شَقَّت هذه السورة المكية توضِّح ما يجري في هذا اليوم العظيم في يوم القيامة من الأحداث العجيبة وكما سبق في سورة النبأ في سورة عما يتساءلون وفي سورة النازعات تأتي سورة وصورة العبسة كذلك تأتي سورة التكوير لتوضِّح بعض ما يجري في هذا اليوم يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كُوِّرت وإذا النجوم كدرت تكوير الشيء بمعنى لفَّه يعني إذا الشمس لفَّت وذهب بنورها ورُمي بها في النار وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوَّران في النار الشمس والقمر مكوَّران في النار قال العلماء يُحتمل أنهما من وقود النار يعني سبب تكويرهما في النار أنهما من وقودها أو من أجل تبكيت العابدين لهما ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وأشق من أشق ما يكون على من عبد شيئاً أن يرى معبوده في النار قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت انتثرت وتساقطت كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سيرت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً فهي تسير تمهيداً لدكها ونسفها وسيرت الجبال فكانت سراباً وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وتكون الجبال كالعهن المنفوش كل هذه الأحوال تمر بها الجبال حتى تنتهي وإذا العشار عطلت العشار هي النوق الحوامل في الشهر العاشر واحدها عشراء وهي خيار الإبل وأنفس الأموال عند العرب هذه العشار النوق الحوامل التي لها نفاستها ومكانتها عطلت تخلى عنها أهلها وأهملوها بلا راع ولا حلب وسيبت وتركت ترعى تسير هكذا وهي من أنفس الأموال لظهور علامات القيامة ومقدماتها فيذهل الناس يذهل الناس عن هذه العشار وإذا الوحوش وحشرت وإذا الوحوش وحشرت جمعت في أرض المحشر والوحوش هي الحيوانات المتوحشة التي تنفر من الناس فتجمع مع البهائم وإنما خصت والله أعلم الوحوش بالذكر لأنها إذا حشرت مع توحشها فغيرها من باب من باب أولى إذا حشرت هذه الوحوش مع أنها متوحشة فغيرها مما لم يتوحش من باب أولى فيتجمع في أرض المحشر أرض الجمع قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقال تعالى والطائر محشورة كل له أواب فتجمع الوحوش والبهائم ليقتص بعضهم من بعض كما مر في الحديث السابق في قول النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أصحابها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنى في من تطحتها وإذا البحار سجرت وقرئت سجرت البحار العظيمة التي تمثل الآن نحو ثلاثة أرباع الأرض أو أكثر توقد فتصير نارا تلظى تتأجج كما قال تعالى والبحر المسجور والبحر المسجور يعني المؤجج أي المؤجج نارا وإذا النفوس زوجت أي جمع كل شكل إلى نظيره ومثله كما قال تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم ونظراءهم فالمجرم مع المجرم والمشرك مع المشرك والظالم مع الظالم والمؤمن مع المؤمن وهكذا يجمع كل جنس إلى جنسه روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه سئل عن قول تعالى وإذا النفوس زوجت قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار فذلك تزويج الأنفس وإذا النفوس زوجت وقيل معنا وإذا النفوس زوجت يعني زوجت الأرواح بالأجساد أي ردت كل روح إلى جسدها أي ردت كل روح إلى جسدها وإذا المؤودة سئلت المؤودة هي البنت التي تدفن وتدس في الأرض وهي حية بعد ولادتها كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية كما في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فيوم القيامة يكون فيه سؤال الموؤودة التي دفنت وياحية تسأل هذا السؤال بأي ذنب قتلت وهذا السؤال توبيخ لقاتليها جوابه أنها قتلت بلا ذنب وإذا كانت تسأل الموؤودة فمن باب أولى أن يسأل الوائد إذا كانت تسأل الموؤودة التي لسا لها ذنب فإنه من باب أولى أن يسأل الوائد ومن الوائد أن يسقط الجنين ويعتدى عليه بعد نفخ الروح بعدما يمضي مئة وعشرين يوما من غير ضرورة وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذلك الوائد الخفي حتى العزل عد من ذلك بلا ضرورة فالموؤودة تسأل لكن هل عليها حساب أم ليس عليها حساب قطعا ليس عليها حساب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين الله أعلم بما كانوا عاملين ثم قال تعالى وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت قرئت نشرت وقرئت نشرت كلاهما قراءة سبعية فالصحف التي تكتف فيها أعمال العباد تنشر يوم القيامة ويعطى كل إنسان صحيفة صحيفته وكتاب أعماله بيمينه بشماله مفتوحا في هذا اليوم العظيم تنشر الدواوين وتتطاير الصحف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الحموك الله أي وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم مقرؤوا كتابه وإذا السماء كشطت يعني كشفت وأزيلت عن مكانها وطويت كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وقال والسماوات مطويات بيمينه وإذا الجحيم سعرت وسعرت قراءتان والجحيم اسم من أسماء النار سبق أنها سميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها وشدة حرها وسعرت يعني أشعلت وأوقدت وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها وأدنيت إكراما لهم ثم جاء جوابه إذا في قوله إذا الشمس كورت جاء الجواب في قوله علمت نفس ما أحضرت يعني إذا وقعت هذه الأهوال والشدائد وتبدلت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما أحضرت من خير وشر وما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ففي هذه الآيات الكريمة التي سبقت عظم وشدة أهوال يوم القيامة وأن هذه الأمور تتبدل وتتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار تحصل كل هذه الأمور وهذا مما يوجب على الإنسان أن يستعد بالعمل الصالح لذاك اليوم العظيم علمت نفس ما أحضرت ثم قال تعالى فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس جاء في صحيح مسلم عن عمر بن حريف قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وقوله فلا أقسم بالخنس الفاء استئنافية ولا للتنبيه وتأكيد القسم التقدير أقسم بالخنس أقسم بالخنس ولله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته وإقسامه بشيء من مخلوقاته يدل على عظمته سبحانه وعظمت ما أقسم به وخبروا حق بلا قسم وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته هو السميع العليم فلا أقسم بالخنس يعني أقسم بالخنس والخنس هي النجوم تخنس يعني تختفي بالنهار بعدما تظهر بالليل ومنه سمي الشيطان بالخناس لأنه يخنس ويختفي عند ذكر الله عز وجل فالخنس إذن هي النجوم هي النجوم التي تختفي بالنهار بعد ظهورها بالليل ولهذا قال أبو هرير رضي الله عنه كما في الصحيحين لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام هو جنوب يقول فانخنست فاغتسلت يعني اختفيت واغتسلت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس جمع جارية جوار وجاريات لأنها تجري تسير وليست ثابتة ومن هنا سميت بالكواكب السيارة التي تسير سميت بالكواكب السيارة الجوار الجوار الكنس الغيب التي يغبن بالليل الكنس اللواتي يغبن بالليل فهن يظهرن فيه ثم يغبن أقسم الله عز وجل بالنجوم في أحوالها كلها أقسم بالنجوم عند طلوعها وأقسم بالنجوم عند جريانها وأقسم بالنجوم عند عند اختفائها أحسنت عند اختفائها والليل إذا عسعس فيه قولاني للمفسرين عسعس أحدهما يعني أقبل بظلامه كما قال مجاهد والليل إذا عسعس أظلم قال سعيد بن جبير إذا أنشأ وقال الحسن البصري إذا غشي الناس والليل إذا عسعس يعني أقبل بظلامه وقيل والليل إذا عسعس يعني أدبر أحسنت والليل إذا عسعس يعني أدبر لأن الله قال والصبح إذا تنفس يعني أضاء ومن أهل العلم من يرى أن كلمة عسعس من أهل اللغة تستعمل في الإقبال وفي الإدبار كثير من أهل العلم يرى أن نفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك فعلى هذا يصح يراد والليل إذا أدبر ويصح يراد والليل إذا إذا أقبل فهذا قسم بالليل قسم بالليل عند والله سبحانه تعالى قال والليل إذا أدبر والليل إذا إذا عسعس قسم بالليل إذا أقبل وقسم بالليل إذا إذا أدبر لهذا قال والصبح إذا تنفس يعني إذا طلع وأضاء وأقبل هذا هذا قسم أيضاً بالصبح والصبح إذا أسفر على ماذا على ماذا القسم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق إنه لقول رسول كريم وهذا هو المقسم عليه يعني أقسم الله عز وجل بالنجوم وأقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر وبالصبح إذا انفلق وأضاء على أن القرآن قول رسول كريم إنه الضمير يعود على من إنه على القرآن الضمير يعود على القرآن وإن لم يسبق له ذكر في السورة لكنه معلوم معهود فأقسم الله بهذه الآيات على أمر عظيم وهو أن القرآن إنه لقول رسول كريم يعني تبليغ رسول كريم من هو هذا الرسول جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فأضافه الله عز وجل إلى جبريل لأنه هو الواسطة بين الله عز وجل وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل والقرآن كلام الله عز وجل منزل سمعه جبريل من الله فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل وكل من جبريل ومحمد مبلغ عن الله عز وجل ورسول من عند الله ذي قوة عند ذي العرش مكين إنه لقول رسول كريم ملك مرسل عند الله كريم هو جبريل شريف حسن الأخلاق والصفات جميل المنظر والصورة وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله وعليه من البهاء والجمال الشيء الكبير ذي قوة أي صاحب قوة وشدة في خلقه وفي بطشه وفعله كما قال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فجبريل عليه السلام منحه الله قوة وشدة لا تستطيع الشياطين الدنو منه ولا التعرض لما يحمله من وحي الله تعالى كما قال تعالى وما تنزلت بالشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون فهو قوي على هذا الوحي أمين عليه عند ذي العرش يعني عند الله عز وجل صاحب العرش العظيم كما قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره وقال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وذو العرش صاحب العرش وهو الرحمن جل جلاله هو الله استوى على العرش الرحمن على العرش استوى مكين يعني له عند الله عز وجل المكانة وهذه المكانة عظيمة وله المنزلة الرفيعة والوجاهة فهو أقرب الملائكة إلى الله تعالى مطاع ثم يعني هناك مطاع مسموع أمر جبريل عليه السلام مسموع أمره ومطاع في الملائكة لوجاهته وشرفه بينهم أمين يعني صاحب أمانة عظيمة على ما تمن عليه من الوحي فوصف الله عز وجل جبريل بخمس صفات ما هي خمس الصفات التي وصفها جبريل وصفها الله جبريل كونه كريما قويا ذا مكانة عند الله عز وجل مطاعا في السماوات أمينا خمس صفات كونه كريما قويا ذا مكانة عند الله كونه مطاعا في السماوات وأمينا وكل هذه الصفات تتضمن تزكية سند القرآن وأنه سماع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وسماع جبريل من رب العالمين وهذا كله تشريف وتعظيم ومدح لهذا القرآن الكريم ولمن بلغه من الرسولين الرسول الملكي والرسول البشري عليهم الصلاة والسلام وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون هذه الجملة معطوفة على جملة جواب القسم فهي من جملة المقسم عليه والخطاب لأهل مكة من هو صاحبهم بإجماع المفسرين كما ذكر ابن عطية أن المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صاحبكم بمجنون فهذا خطاب لأهل مكة يعني ليس بمختل العقل كما تزعمون وتلحظون هنا أن الله سبحانه وتعالى قال وما صاحبكم وهذا فيه شيء من التوبيخ والتبكيت لهم صاحبكم الذي تعرفونه تعرفون حسبه ونسبه وصدقه وأمانته كنتم تسمونه قبل البعثة تسمونه بالأمين ما الذي تغير صاحبكم كما تقول لشخص يتهم شخصا تقول ما أظن صاحبك هكذا الذي أنت ملازم لا تعرف مدخله ومخرجه فالله يقول فالله يقول وما صاحبكم ما قال وما محمد قال وما صاحبكم أنتم نشأ بينكم وولد بينكم وشب على أكرم الخصال وتعرفون صدقه وأمانته ونزاهته وحسبه ما صاحبكم بمجنون ليس كذلك كما تقولون وهذا رد عليهم كما قال الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقال تعالى ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون فرب العالمين جل وعلا دافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد رآه هنا الواو عاطف واللاملام القسم أي والله لقد رآ محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام على الصورة التي خلقه الله تعالى عليها ولجبريل ستمائة جناح ولقد رآه بالأفق المبين رآه بالأفق البين الظاهر العالي في أفق السماء وهذه الرؤية الرؤية الأولى التي كانت بالأبطح وهي المذكورة في قول تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم قال تعالى وما هو على الغيب بضنين أي وما محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزل الله عليه من الوعي ما هو بمتهم بالكذب بل هو صادق أمين كما كنتم تلقبونه بهذا من قبل وقرئت وما هو على الغيب بضنين بالضاد أخت الصاد يعني وما محمد بما أنزل الله عليه من الوحي أحسنت ليس ببخيل تقول ظن فلان بكذا يعني بخل به فإما أن تكون ظنين بالضاء يعني أنه ليس بمتهم بالكذب بل هو صادق أمين أو تكون ظنين بالضاد أخت الصاد يعني ليس ليس ببخيل ما محمد على الوحي ببخيل بل إنه عليه الصلاة والسلام يبذله وينشره ويبلغه لكل أحد ويعلمه لكل أحد وما مات حتى بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وما هو بقول الشيطان الرجيم ما هذا القرآن بقول الشيطان رجيم ما هو بما توحيه الشياطين الجن إلى الشياطين الإنس من الكهان فأين تذهبون أي طريق تسلكون أبيم من هذا الطريق التي وضحت لكم وبينت لكم فأين تذهبون كما قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال أين تذهب عقولكم أما ترون الآيات أما ترون البراهين أما ترون الحجج الظاهرة إن هو إلا ذكر للعالمين وهو القرآن الكريم إن هو إن نافية بمعنى ما لأنها جاءت بعد إلا أي ما هو يعني القرآن إلا تذكير وموعظة للعالمين من الإنس والجن كما قال تعالى وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم أي للذي شاء منكم الاستقامة على الطريق المستقيم كقول فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الآية تدل على أن العبد له مشيئة ولو اختيار ولكن مشيئته واختياره داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى رب العالمين خالقهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وفي إثبات المشيئة للإنسان وأنه ليس مجبورا على أفعاله كما تقول الجبرية وفي إثبات مشيئة الله وإرادته الكونية سبحانه وتعالى وفي أن مشيئة الخلق ليست مستقلة بل هي تابعة لمشيئة الله عز وجل وهذا رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يستقل بمشيئته ويخلق أفعاله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت سورة الانفطار جاء في صحيح البخاري مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال قام معاذ ابن جبر رضي الله عنه فصل العشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى وفي رواية أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انفطرت وهذه الرواية الأخيرة عند النساء قولوا تعالى إذا السماء انفطرت انشقت كما سبق قال تعالى السماء منفطر به ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة التنزيلة وقال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وقال وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وقال إذا السماء انشقت وقال وفتحت السماء فكانت أبوابا كيف نجمع بين هذه العيات الكريمة إن السماء تمر بهذه المراحل كلها السماء تمر بهذه المراحل كلها تتساقط نجومها ثم بعد ذلك يجري لها ما ذكر في هذه العيات الكريمة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت تنتثر النجوم وإذا البحار فجرت قلب ترابها وأخرج ما فيها من الموت وقاموا من قبورهم لله رب العالمين وإذا القبور بعثرت كذلك أخرج الموت وإذا وقعت هذه الأحوال هذه الوقائع هذه العلامات هنا تعلم كل نفس ما عملت من خير أو شر قال تعالى قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وقال هنا علمت نفس ما قدمت وأخرت ثم قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما الذي غرك بالله سبحانه وتعالى كيف عصيت ربك وخالفت أمره وأنكرت فضله عليك سبحانه وتعالى الكريم وهذا تهديد ووعيد والإنسان ما الذي غره غرته نفسه الأمار بالسوء وغره الشيطان والهوى والدنيا كما قال الشاعر إني بوليت بأربع لم يخلقوا إني بوليت بأربع لم يخلقوا إلا الشدائد شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي إني بوليت بأربع لم يخلقوا إني بوليت بأربع إني بوليت بأربع لم يخلقوا إلا الشدائد شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكله معدائي لكن يخلصك رب العالمين سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله توكل عليه ويستقيم على دين يخلصه الله سبحانه وتعالى فيا أيها الإنسان لا تغتر بستر الله وكرمه وإمهاله فإنه يمهل ولا يهمل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي له من كيدي متين الذي خلقك أو جدك وأنشأك من العدم فسواك جعلك مستوي الخلقة متناسب الأعضاء قال تعالى أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فعدلك وقرئت فعدلك يعني جعلك معتدل الخلق منتصب القامة في أحسن الهيئات والأشكال وقد روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسق يوما في كفه فوضع إصبعه ثم قال قال الله عز وجل ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة في أي صورة ما شاء ركبك أي صورة وأي شكل الأشكال ما شاء يعني كيف ما شاء عز وجل ركب صورتك وشكلك وقد سوى خلقتك وعدل قامتك وحسن صورتك سبحانه وتعالى كما قال جل جلاله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن تقويم كلا بل تكذبون بالدين في يوم القيامة كما قال تعالى مالك يوم الدين وإن عليكم لحافظين وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذين يحفظون أعمال العباد ويحصونها كما قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كراما الملائكة ذوي أخلاق كريمة وصفات حميدة عندهم من الأمانة والكرم والصفات الطبيعة الطيبة الجميلة ما يجعلهم يقومون بهذه المهمة العظيمة خير قيام كراما كاتبين يكتبون جميع أعمال العباد فيجب على الإنسان أن يستحي من الكرام الكاتبين لا يبارزهم بالقبائح يعلمون ما تفعلون فعليكم أن تعلموا أن هؤلاء الملائكة يسجلون كل شيء قال تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ثم قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم هنا انتقل لبيان ثواب الطائفتين الأبرار الذين أكثروا من الطاعات وعملوا الصالحات والبر حسن الخلق وما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب من العمل الصالح كما قال عليه الصلاة والسلام قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكالهت أن يطلع عليه الناس إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الأبرار في نعيم نعيم حسي ونعيم معنى ونعيم القلب وسروره ونعيم البدن وإن الفجار وهم الكفرة لفي جحيم وهي النار ابن القيم أشار إشارة جميلة إلى قول إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم يقول لا تظن أن هذه الآية تختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاث وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاث يعني كما قال الله وهو من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة يعمل فالكافر والفاجر في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة والمؤمن في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ولهذا بعض الصالحين يقول إن كان أهل الجنة في نعيم مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وما هم عنها بغائبين يعني ما هم عن الجحيم هؤلاء الأشرار بغائبين بل هم مقيمون فيها إقامة أبدية قال تعالى وما هم بخارجين من النار وما أدراك ما يوم الدين هنا استفهام في الموضعين للتعظيم والتفخيم وما أعلمك ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم فسر بقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله شيئا نكر هذا في سياق النفي تعم أي شيء مهما كان صغيرا فالناس يتناصرون في الدنيا لكن في يوم القيامة لا يتناصرون ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سبق لكم أنه لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين أنه جمع قريشا وعم وخص إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي شيئا لا أوني عنك من الله شيئا يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا والأمر يومئذ في ذلك اليوم كله لله عز وجل وحده بلا منازع كما قال تعالى مالك يوم الدين وقال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وقال الملك يومئذ لله يحكم بينهم فعلى المؤمن أن يعد العدة لهذا اليوم جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون والله تعالى يقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر